موسيقى هنا في مدينة بيسادا بإقليم مندولة ولد فرانسوان غارتا طومبلباي في الخامس عشر من يونيو للعام الف وتسعمائة وثمانية عشر ونشع وترعرأ فيها وبعد الانتهاء من المرحلة الدراسية المتكاملة في مدرسة المستعمر الفرنسي شغل مدرسا قبل دخوله آلم السياسة ومن ثم أصبح أضوى نشطا في حزب التقدم الإفريقي الشادي فرق التجمع الديموقراطي الإفريقي إرديا حليف اليسار الفرنسي آنزاك ومع مرور الزمن فقد أصبح فرانسوان طومبلباي رئيس مجلس الوزراء في العام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين وفي الحادي عشر من أغسطس للعام الف وتسعمائة وستين أعلن فرانسوان طومبلباي استقلال البلاد ليصبح بذلك أول رئيسا للشاد التي نالت استقلالها من فرنسا إلى جانب العديد من الدول الإفريقية الفرنكوفونية كما أكد نبان كومراء إنه بجانب الحكم فإن الرئيس نغرتات طومبلباي يهتم كثيرا بالحفاظ على العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية كل عام أثناء الاحتفال بعيد الاستقلال الرئيس فرانسوان نغرتات طومبلباي يأتي هنا في كومراء ويجتمع مع السلطات التقليدية في هذا المبنى ويقدم لهم وصايا وإرشادات وتوجيهات بهدف الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد أزاوى في الآام الف وتسعمائة واثنين وستين قام الرئيس فرانسوان طومبلباي ببادرة الوهدة الوطنية إلى جانب أدف عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الف وتسعمائة وستة وستين قام فرانسوان نغرتات طومبلباي بشق الطرق وكذا مستشفى بالمدينة وفي العام الف وتسعمائة وخمسة وستين تم بناء مدرسة ابتدائية للأطفال ومن ثم إعدادية وضعت تهت إشراف الكنيسة كما قام ببناء مجمع متكامل لأسرته وهذا سهريج الأبيض تم بنائه في العام الف وتسعمائة وتزعة وستين توفي الرئيس السابق نغرتات طومبلباي في الإنقلاب الأسكري الذي شهدته البلاد في السالس عشر من أبريل للعام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين ودفن بمدينة فايا لرجو هزاو بتوجيهات من رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو فقد نقل رفاة الرئيس فرانسوان غرتات طومبلباي في العام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين إلى مدينة بيسادا ليتم دفنه من جديد بمسقة رأسه اشتركوا في القناة